في لقاء خاص مع التلفزيون المصري أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أن مشروع القانون يستهدف معالجة أوجه القصور في القانون القائم والأثار الناتجة عن إشكاليات تطبيقه لتيسير الإجراءات على المواطنين مبادرة الحكومة بالقيام بتعديل أساساً التعديل على قانون البناء ودي حقيقة بدرة جيدة لأن تقييم القانون وتقييم أثره وتطبيقه على الأرض الواقعة أمر غاية في الأهمية ومواكبة التغيرات المحادثة في المجتمع أمر غاية في الأهمية ويجب أن ينعكس ذلك على القانون لتحقيق أهدافه وتحقيق فلسفته وللدفع بعجلة التنمية في المجتمع مشروع القانون جاء في وقته وفي معاده لأنه نظراً لحالة العشر سنين اللي فاتوا وحالق قانون الاشتراطات البنائية اللي صدرت 2011 واللي تدخل الرئيس عفتاح السيسي اللي بتوجه له بخالص الشكر على إلغاء هذه الاشتراطات المكحفة اللي بالفعل كانت يعني أحدثت حالة من الشلل التام في حالة العقار في مصر قانون البناء ده عبارة عن خمس مواد إصدار ومادة النشر وفيه 114 مادة للقانون المرافق الحكومة مادمة النهاردة تعديل على 3 مواد من مواد الإصدار ومادة النشر و59 مادة تمام للقانون المرافق مع استحداث 8 مواد جداد و4 فقرات و4 مواد أخرى